المسيح الآية بتقول إيه؟ أنه أيضا مات حسب الكتب نعم يعني المسيح مات يعني إذن كيف مات على فكرة في أكتر من 33 نبوة حققت فقط يوم الجمعة الكبيرة يعني يوم الصلب يتم خيانته يباع مقابل من مال يصمت أثناء محاكمته يبسق عليه الموت مع الأثمة تثقى بيديها ورجليها يعني مزمور 22-16 بيقول ثقبوا يديها الاستهزاء به يثقى خلا عند الموت يطعن في جنبه يصلي لأجل أعداؤه تلقى القرعة على ملابسه يموت بدون كسر عظامه لما ندرس الأمور دي بتماعن وبعمق كل مصلوب يصلب لابد أن تكسر رجليها لكن لما جم للرب يسوع نقرأ الكلام ده في يوحنة 19-33 لما جم يكسر عظمه لقوا خلاص قد أسلم الروح فلم يه النبوة في مزمور 22-24 عدد 20 فتخيل النبوات حسب الكتب هذا هو المسيح الذي نكرز به وهي النبوة ألف سنة قبل بالزبط قبل الحدث وبعدين بوضح أنه مش كسروا رجليه الطعن بالحربة بالزبط فهنا اتكلم برضو الطعن في الحربة زكريا 12-10 وينظرون إلى اللي الذي طعنوه نبوة زكريا هنا تحققت الموت النيابي الترك من الله هنا الحتة دي قد تثير بعض الالتباس أن من مات على الصليب هو الرب يسوع ابن الإنسان الذي يمثلني ويمثلك ويمثل البشرية كلها لأنه دائما بيستخدم الآية إلهي إلهي لماذا دركتني بالزبط كده عشان كده دي مردود عليها في الحوارات دي وبعدين دفن يدفن في قبر غني برضو يسوع تنبعا موته ودفنه انقضوا هذا الهيكل وبعد كده قيمته بعد فساد جسده قبل فساد جسده لم يرى جسده فسادا قيمته بعد الفداء كل هذه نبوات عن أنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب ظهر النبوة عن صعوده ونبوة عن تمجيده فكل هذه يا أخ نزار عبارة عن الخمس نقاط الأساسية التي نكرز بها بالإنجيل ليس بأحد غير المسيح الخلاص يعني كلها نبوات سواء موته سواء دفنه قيامته ظهوره هذا هو الإنجيل والإنجيل هو الأخبار الصارة بالضبط يعني الأخبار المفرحة والكرازي على فكرة هي اللي بتتخصص في الأخبار المفرحة إنه الإنسان ما فيش داعي يموت في شخص مات عنه بزرع يعني بديله ترجمة نانسي قنقر